السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نتكلم عن لعبة Resident Evil 9 اللعبة القادمة لشركة كابكم رح نتكلم عن كل حاجة نعرفها عن هذه اللعبة لكن حط في بالك حاجة واحدة ترى هذه التسريبات بمعنى ان كل شي قابل للتغيير معكم اخوكم محمد ملا لا تنسى ان تشترك بالقناة الله يسعدك وتعطينا زر اللايك وبدون اي مقدمات خلونا نبدأ Resident Evil 9 Apocalypse او Resident Evil القيامة اللعبة رح تكون عبارة عن عملية بحث استكشافية في جزيرة معزولة مع قرى وكهوف ومنازل كثيرة ورح يكون فيها غابة صغيرة ولازم يكون معاك ماب لانه بدون الماب انت رح تضيع بكل تأكيد اللعبة رح تكون مؤامرة عند المرحلة التاسعة من مراحل القمر وهذا هو سبب تسمية اللعبة Resident Evil القيامة بالنسبة للعداء العداء يعين رح يكونوا مشوهين كلهم رح يكونوا مشوهين شكليا وجسديا ورح يلبسوا ملابس غريبة معلقة على جسمهم يعني زي الوحوش الاسطورية هذول الوحوش رح يقدروا يتحولوا الى بشر يسووا فيها انهم اصدقائك وانت كلاعب وانت كلاعب ركز رح تقدر تشوف تحركاتهم وتقرر هل هم وحوش ولا هم بشر حقيقيين الزعماء في هذه اللعبة تسرب الى الان زعيمين فقط نبدأ بالكلب العملاق الكلب العملاق عبارة عن وحش في رجلينت ايفل ناين شبيه بالذئب اللي في رجلينت ايفل فيلاج وما رح يكون اذكى من باقي الوحوش وزعيمة اخرى رح تكون في لعبة رجلينت ايفل ناين اسمها رح يكون جاليستيك والاسم جاي من المحليين الساكنين في هذيك الجزيرة وهذاك الوقت وهي عبارة عن انسانة نصها انسان ونصها الاخر رح يكون ماعز ورح تكون ثائقة الجمال ولكن لا تنسى انها رح تكون عدوتك في لعبة رجلينت ايفل ناين بالنسبة للبائع في هذه اللعبة رح تكون بائعة اسمها الهولدر وهذه البائع يعيان رح تساعدك خلال اللعبة ورح يكون فايدتها اكبر شويتين ليش؟ لانها رح تعلمك عن سبعة خلطات للنباتات في لعبة ريزيدنت ايفل وهذه اول مرة في تاريخها تسير والسبعة خلطات هذه رح تعطيك افكتات اكثر عن الهيلينج خلال اللعب على سبيل المثال ممكن تخليك اسرع ممكن تخليك اقوى يا رجل ممكن يعني حاجات مرة كثيرة والوحوش في لعبة ريزيدنت ايفل ناين رح يخافوها خوف مطبيعي ما رح يقربوا منها الانسانة هذه مطبيعية وهذا يفسر انه هي هتكون هل تبغوا لعبة ريزيدنت ايفل ناين تكون بشخصيات جديدة وقصة جديدة ولا انهم تبغوهم يرجعوا للسابق ويجمعوا الشخصيات القوية مثل ليون وكريس وأيدا وكلير والحاجات الحلوة هذه اعطونا رأيكم في الكومنتات وبكذا وصلنا لهاية المقطع عرفت كل التشريبات اللي انت تحتاج تعرف عن ريزيدنت ايفل ناين انشر المقطع لخويانك واشترك بقانال الله يسعدك ونشوفك على خير فمان الله